ملاحظات عدة يشتكي منها المواطنون عند إصلاح مركباتهم في المدينة الصناعية بمنطقة بيادر وادي السير في عمان من أهمها عدم وجود كفالة بالإصلاح بعد مغادرة المركبة للكراج وعدم ضمان أن لا يستخدم الفنيون المركبة أثناء وجودها في هذا الكراج التقرير التالي يصلت الضوء على تلك المشاكل تبدأ القصة عند ذهاب صاحب السيارة التي تعاني من مشكلة ميكانيكية إلى كراج التصليح لعرض مشكلتها على الفني ليتبين أن عطل المركبة يتطلب مبيتها لعدة أيام في الكراج فيدخل الفني طمأنينة في نفس الزبون ليخرج وهوراض تماما ومقتنعا بأن سيارته ستصبح في حال جيدة دون حصوله على كفالة تضمن بعدم وجود أعطال في سيارته مزاقية المحل هنا كثير عالية بحيث أنه بكفل شغله لأي زبون كان إذا كان هو دائم أو زبون لأول مرة بيجي وأنا كشخص أنا بحب أصلح سيارتي وأرتاح ما بحب أصلح سيارتي وأظلي رايح جاي عند الميكانيكي أنت لما تبعت سيارتك على الشركة أو على ميكانيكي بالذات يشوف لك أليت التعامل معك إذا كان هذا الإنسان صادق من أول تعامل وحتى لما بعت عنده سيارتك تحس أنه سيارتك ثابتة ما بتتحرك مخالفات سير وحوادث مرورية ومشاكل عدة مجهولة المصدر يتفاجأ بها المواطن المسجلة على مركبته دون علمه ليكتشف بعد حين أن سيارته كانت ضحية استخدام غير مشروع أثناء مبيتها في كراج تصطيح السيارات دون المقدرة على تقديم شكوى ضد الميكانيكي لعدم وجود أي دليل يثبت ذلك بالنسبة لما بيت السيارة إحنا بنضمن السيارة أنه تبات عندنا بناخد رقم العددات بنعطيه لزبون طبعا الفترة اللي بدها تبات فيها لفترة التصليح وضمنات الثاني أنه ثقة زبون بمحلنا بصراحة فيه عبئ على الطرفين الطرف المستقبل واللي بيجيب سيارته يعني نتمنى على أي واحد صاحب سيارة أنه لما يسلمها يكون يختار مكان مناسب يكون بمستوى سيارته ومستوى كمان ويتأكد أنه عنده المنموم المطلوب لحد الأدنى يكون عنده كاميرات يكون موظفين ومرتبين يكون عارف مين هو صاحب العمل يعني حتى ما يضطر أنه يقلق أو ما يعرف سيارته وين طلعت مع حدا صار فيها إشي لا سمح الله أحيانا بتصير جرائم من وراها الشغلة ضمانات عدم حدوث مثل هذه الحالات يحصل عليها المواطنون عند إصلاح مركباتهم في كراجات معروفة لديهم سيارة الوالد باتت بالكراج كان الاتفاق أنه أربع أيام فاليوم الرابع جينا له بالليل عباب الكراج بيقول أنا مش موجود فبدنا نشوف السيارة موجودة أو مش موجودة فرنين علىها مش موجود وأصرين علىها تبين آخر إشي أنه طالب السيارة مش غلط تسلموا مزبوط وتسلموا على العداد ولما تيجي تسلم السيارة تتفقدها وتستلم على العداد هو ما بيضل فيها لعب أبدا أم مش بترجع لاشتغلت الثقة أهم من العداد والسبيدومتر والزبون يعني الممارزة مع رأيه روحته وجيته على المحل بده يبين هذا الإجري يعني بتبين معه أنه هذا صاحب المحل إن كان صادق أو إن كان غشاش لا حسيب ولا رقيب ولا تشريعات ولا قوانين تحمي المواطنين من تلاعب بعض تلك الكراجات فإن تقع مسؤولية الوزرات المعنية وإن تقع مسؤولية الحكومة والجهات الرقابية على هذا القطاع الواسع الذي يعيش دون رقابة